كل حاجة عايزة اعرفها عن تصفيات كاس العالم 2026 في جميع الكرات عدد المقاعد المخصصة لكل كرة ونظام التصفيات في كل كرة هنعرفه في الفيديو ده عندنا 46 مقعد يتأهلوا بشكل مباشر لكاس العالم اوروبا 16 مقعد وهي المصيب الأكبر في عدد المقاعد في جميع الكرات يليها أفريقيا 9 مقاعد يليها أسيا في المركز التالب ب8 مقاعد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في المركز الرابع بالتساوي 6 مقاعد لأمريكا الجنوبية و6 مقاعد لأمريكا الشمالية ومقاعد واحد لأوكيانوسيا دي المقاعد المخصصة اللي هتأهل كل منتخب فيها من الكرة بتاعته بشكل مباشر لكاس العالم لكن عندنا ملحق هيتأهل منه منتخبين ملحق عالمي من جميع الكرات طبعا أفريقيا عندها 9 مقاعد وفيه مقاعد 10 ده هيتأهل ملحق عالمي نفس الكلام أسيا في ملحق عالمي بعد 8 منتخبات اللي هيتأهله بشكل مباشر فيه منتخب هيصعد للملحق يبقى فيه منتخب من أفريقيا هيصعد للملحق العالمي نفس الكلام في أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوكيانوسيا في الست كارات في ست منتخبات هيصعدوا لتصيات النهائية والملحة العالمية كاس العالم 2026 هو الشكل الجديد والنسخة الأولى اللي هتتلعب بـ 48 منتخب والأول مرة كاس العالم هيتلعب في ثلاث دول مختلفة فيه وقت واحد أمريكا وكندا والمكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك التلت دول دول هيتلعب فيهم كاس العالم 2026 بنظامه الجديد اللي هيكون 48 منتخب كل كارة نظام التصفيات فيها مختلف عن الكارة التانية يعني نظام التصفيات في أفريقيا غير أوروبا غير أسيا غير أمريكا الشمالية وغير الجنوبية وهكذا نروح لنظام التصفيات الخاص بكارة أفريقيا كارة أفريقيا زي ما قلنا عندها تسع منتخبات هيتأهلوا بشكل مباشر لكاس العالم وفي مقعد عاشر ده هيكون في الملحة العالمي قد يستطيع المنتخب اللي هيتأهل من أفريقيا للملحة العالمي أنه يصعد لكاس العالم وبالتالي هيكون لأفريقيا في كاس العالم القادم عاشر مقاعد في حالة أن المنتخب اللي هيلعب الملحة يقدر يفوز في الملحة العالمي ويصعد لكاس العالم لكن بعيدا عن الملحة في تسع منتخبات هيتأهلوا بشكل مباشر لكاس العالم من التسع مجموعات الموجودين في كارة أفريقيا عندنا في التصفيات تسع مجموعات كل مجموعة فيها ست منتخبات بواقع 54 منتخب هيتأهل تسع بشكل مباشر أوائل التسع مجموعات هيتأهلوا لكاس العالم قرعة التصفيات الأفريقية اتعملت والتسع مجموعات كانوا بالشكل التالي المجموعة الأولى كانت مجموعة منتخب مصر فيها ست منتخبات مصر وبركينا فاسو وجيبوتي وسيرليون وإثيوبيا وغينيا بيساو دول الست منتخبات الموجودين في مجموعة منتخب مصر هنلعب عشر جولات على مدار تلت سنين في 2023 هنلعب جولتين الجولة الأولى أمام جيبوتي والجولة التانية أمام سيرليون وبعد كده في 2024 هنلعب جولتين وهنستكمل باقي التصفيات في 2025 إن شاء الله نتأهل أول المجموعة ونصعد مباشرة لكاس العالم عندنا ثمان مجموعات غير مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم كل مجموعة هيتأهل منها منتخب بشكل مباشر لكاس العالم ده النظام الموجود فيه كرة أفريقيا التصفيات الأسيوية المؤهلة لكاس العالم نظامها مختلف ومعقد جدا وصعب جدا عندنا في أسيا ثمن مقاعد لكاس العالم وطبعا فيه مقعب تاسع ده يكون في الملحة العالمي نظام التمن مقاعد دول إيه؟ وليه تصفيات كاس العالم في أسيا مرتبطة بكاس أسيا 2027 ده السؤال اللي إحنا بنترحه لإتحاد الأسيوي ليه ربط القصتين دول مع بعض؟ ما نعرفش ولسا عبوها على المنتخبات برضو ما نعرفش السبب إيه لكن الوضع الحالي والنظام اللي حدده للإتحاد الأسيوي كالتالي تصفيات مستركة للتأهل لكاس العالم 2026 وكاس أسيا 2027 عندنا مرحلة أولى كانت في اكتوبر الماضي 20 منتخب لعبوا بعض زهابا وإيابا اتأهل 10 منتخبات ينضموا ليه 36 منتخب علشان يكون عندنا 46 منتخب الستة واربعين منتخب دول هيتقسموا على تسع مجموعات التسع مجموعات كل مجموعة فيها أربع فرق دي المرحلة التانية للتصفيات هيتأهل أول وتاني من التسع مجموعات بشكل مباشر لكاس أسيا 2027 يبقى كده تصفيات أسيا 2027 خلصت خلاص في المرحلة التانية التسع مجموعات هيتأهل أول وتاني بشكل مباشر لكاس أسيا بقى عندنا 18 منتخب دول موجودين بشكل مباشر زي ما قلنا في كاس أسيا 2027 التمنتاشر منتخب دول يدخلوا للمرحلة التالتة في تصفيات كاس العالم المرحلة التالتة في تصفيات كاس العالم عندنا فيها 18 منتخب التمنتاشر منتخب هيتقسموا على 3 مجموعات كل مجموعة 6 منتخبات يتأهل أول وتاني بشكل مباشر لكاس العالم يبقى من التلتة مجموعات أول وتاني بشكل مباشر لكاس العالم عن قارة أسيا يبقى عندنا 6 منتخبات و6 مقاعد خلاص موجودين بشكل مباشر في كاس العالم بقى عندنا مقاعدين في أسيا التلتة مجموعات التالت والرابع في كل مجموعة في التلتة مجموعات يبقى عندنا 6 منتخبات التالت والرابع في الأولى والتالت والرابع في الثانية والثلاثة والرابع في التالتة. ادي ست منتخبات. الست منتخبات دول هيتقسموا على مجموعتين. كل مجموعة فيها تلات منتخبات. يتأهل الاول والاول من المجموعتين لكاس العالم. المقعدين اللي فاضلين عندنا في اسيا. الست مقعد خلاص عرفنا نظامهم ايه. المقعدين اللي نقصين. الست منتخبات اللي هم اصحاب المراكز التالتة والرابعة في التلات مجموعات اللي قلنا عليهم. اصحاب المراكز التالتة والرابعة دول عندنا ستة منتخبات يتقسموا المجموعتين كل مجموعة تلت منتخبات يتأهل اول واول بشكل مباشر لكاس العالم علشان يكون عندنا كده التمن مقاعد كاملين في اسيا والمقعد الاخير اللي هو الملحق العالمي صاحب المركز التاني في المجموعة وصاحب المركز التاني في المجموعة يقابلوا بعض واللي يكسب يصعد ليه الملحق العالمي تصفيات معقدة وصعبة جدا علشان نفهمها خدنا وقت وربنا يكون في عون المنتخبات الاسيوية علشان يصعد ثمن منتخبات لكاس العالم هيعدوا على تلت مراحل وعلشان يصعدوا كمان لكاس اسيا هيبقى في نفس التصفيات اللي هتقعد على مدار تلت سنين فنظام صعب في اسيا ونظام التمن مقاعد اللي هتأهله بشكل مباشر لكاس العالم من اسيا صعب وطبعا المقعد التاسع ده هيلعب ملحق عالمي. الكارة التالتة معانا امريكا الشمالية. الكونكا كاف لها ستة مقاعد في كاس العالم منهم تلتة الحمد لله خلاص اتحسموا اللي هو الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك اللي هيتلعب فيهم كاس العالم دول التلت دول ضمنين وجودهم في كاس العالم كدول منظمة للبطولة فتلت مقاعد خلاص اتحسموا فاضل المنافسة على التلت مقاعد التانية ومقاعد رابع في الملحق. طيب التلت مقاعد دول نظامهم ايه علشان التأهل لكاس العالم. اقل اربع منتخبات في تصنيف امريكا الشمالية وقت التصفيات. الاربع منتخبات دول هيلعبوا بعض مباريات ذهابا وايابا ويتأهل منهم اتنين للمرحلة الاخيرة من التصفيات. التصفيات في امريكا الشمالية نظامها ايه? هتكون ست مجموعات كل مجموعة فيها خمس منتخبات. يعني تلاتين منتخب. الست مجموعات دول يتأهل منهم اول وتاني للمرحلة الاخيرة. الست مجموعات اول وتاني يعني اتنشر منتخب. الاتنشر منتخب دول هيتم تقسمهم على تلت مجموعات. كل مجموعة فيها اربع منتخبات. دي المرحلة الاخيرة من اه تصفيات امريكا الشمالية. التلت مجموعات يتأهل منهم اول كل مجموعة مباشرة لكاس العالم. علشان يكون عندنا الست منتخبات من امريكا الشمالية في كاس العالم. التلات منتخبات المنظمة للبطولة ومعاهم التلات منتخبات اللي هيكونوا متصدرين للتلات مجموعات في المرحلة الأخيرة من التصفيات وأفضل منتخبين أصحاب المراكز التانية في التلات مجموعات هيلعبوا بعض واللي يكسب يصعد للملحق العالمي في نهاية التصفيات الكرة الأسهل على الإطلاق هي كرة أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية عندها عشر منتخبات هيدبوا في بعض من هنا لحد 2025 وأصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر لكس العالم وساموا عليكم وعليكم السلام والمركز السابع يروح يلعب ملحق مفيش أسهل من كده والدنيا ريئة ولا يعودوا بقى مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة وتلاتين مجموعة وقصة وفيلم لأ هي مجموعة واحدة من عشر منتخبات كل منتخب يلعب ذهابا وقيابا مع التسع منتخبات التانين يعني تمنتاشر مباراة وأصحاب المراكز الستة الأولى يلا باشا على كس العالم مباشرة والمركز السابع يروح باشا الملحق خبط مع المنتخبات اللي جاي لك في الملحق العالمي وشكرا لعندنا تلاتين مرحلة ولا عندنا تصفيات قرية مع تصفيات كس العالم والدوشة اللي موجودة في القرارات التانية دي مش موجودة نهائي في أمريكا الجنوبية أوكيانوسيا هيتاهل منها منتخب واحد وواحد هيروح يلعب في الملحق أوكيانوسيا نظام اللي تأهل فيها على تلات مراحل مرحلة أولى المنتخبات الأربع الأقل في التصنيف في قرية أوكيانوسيا هيلعبوا بعض زي مباراة فاصلة يتأهل منهم منتخبين للمرحلة التانية المرحلة التانية هتكون في مجموعتين كل مجموعة أربع منتخبات التمن المنتخبات الموجودين عندنا في أوكيانوسيا هيلعبوا مجموعتين يصعد أول وثاني من المجموعة الأولى وأول وثاني من المجموعة التانية يروحوا للمرحلة الأخيرة يلعبوا بعض زي نصف نهائي كده أول وثاني المجموعة الاولى مع اول وتاني المجموعة التانية في نص النهائي ويتأهل منتخبين للمباراة النهائية اللي هيكسب في المباراة النهائية دي يصعد مبارشرة لكاس العالم واللي هيخسر يروح يلعب ملحق عالمي اوروبا لها مصيب الاسد وليها اكبر عدد من المقاعد 16 منتخب غير منتخب كمان هيكون موجود في الملحق العالمي فاوروبا لها 16 منتخب بشكل مباشر في كاس العالم نظام التصفيات في اوروبا هيكون 12 مجموعة في مجموعة هيكون فيها خمس منتخبات ومجموعات فيها اربع منتخبات يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الاتناشر بشكل مباشر لكاس العالم واصحاب المركز التاني في الاثناشر مجموعة هيبقى عندنا اتناشر منتخب هينضم لهم افضل اربع منتخبات في تصنيف دوري الامم الاوروبية 2024-2025 ما يكونوش من المنتخبات اللي اتأهلت سواء متصدرين او في المركز التاني يعني هياخدوا افضل الاربع في التصنيف من المنتخبات اللي هي ما تأهلتش في مجموعات كاس العامة. هيكون عندنا ستاشر منتخب. زي ما قلنا الاثناشر في المركز التاني. الاثناشر منتخب اللي في المركز التاني. والاربع الافضل في تصنيف الامم الاوروبية هيكونوا ستاشر منتخب. الستاشر منتخب هيتقسموا على اربع مجموعات. الاربع مجموعات دول هيتأهل منهم اول وتاني يعني تمن منتخبات. التمن منتخبات دول هيلعبوا بعض الاربعة اللي هيكسبه هيصعده كسل عالم بشكل مباشر مع الاثناشر منتخب يبقوا ستاشر لكسل عالم عن كارة اوروبا والاربعة التانيين يطلع منهم واحد يروح على الملحق العالمي ده كان نظام تصفيات كسل عالم الفين ستة وعشرين اللي هيقام لأول مرة في تلات دول مختلفة الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك في كارة امريكا الشمالية باكبر عدد من المنتخبات تمانية واربعين منتخب هتكون اكبر نسخة بالنسخة اللي هتحتوي على اكبر عدد من المنتخبات تمانية واربعين منتخب لأول مرة في الفين ستة وعشرين في الستة كارات كل كارة لها نظام تصفيات مختلف عن الكارة التانية وكل كارة لها عدد مقاعد مختلف النصيب الاكبر لاوروبا بستاشر والنصيب الاقل طبعا اوكيانوسيا منتخب واحد امريكا الشمالية والجنوبية ستة مقاعد وستة مقاعد اسيا 8 وافريقيا لها 9 مقاعد وطبعا في ملحق عالمي لل6 قرات يتأهل منهم منتخبين لل46 منتخب علشان يكونوا 48 منتخب موجودين في كاس العالم 2026 ده كان استعراض لنظام التصفيات في مختلف القرات وفي ال6 قرات عدد المقاعد المتاحة لكل قرة وعدد المقاعد المخصصة لكل قرة ونظام التصفيات الموجود فيه كل قرات من ال6 قرات المتأهلة لكاس العالم 2026 رسال شكله جديد وفي نظامه جديد بـ 48 منتخب قولنا في الكومنتات رأيكم في نظام التصفيات في كل قرات من الكرات الأصعب من وجهة نظركوا من وجهة نظر قرات اسياها اكبر الاصعب والنظام المعقد بشكل كبير جدا فيه التصفيات هيكون في قرات اسيا النظام اللي كويس بشكل كبير موجود فيه امريكا الجنوبية يا ليه افريقيا نظامها سهل شوية او نظامها مبسط شوية عن بقية الكرات اوروبا صعب اسيا الاصعب على الاطلاق او النظام التصفيات فيها معقد بشكل كبير قولونا في التعليقات رأيكم فيه نظام التصفيات في كل كرة ومين الكرة اللي نظام التصفيات فيها معقد وصعب من الست كرات سلام موسيقى